تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن يسى الخليفة عارو البلاد المعدم حفظه اللورة عبر قية تهنئة من معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية رفع فيها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أسمايات التهن والتبركات بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة ومشيدا معالي بما يليه جلالته للمرأة البحرينية من حرص واهتمام في مواقع العمل المختلفة حتى أصبحت شريكا أساسيا وفاعلا لكل ما شهدته مملكة البحرين بقيادة جلالة رعاه الله من مظاهر النهضة والتطور العمراني في شتى المجلات وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية في برقية عن بالغ الفخر والاعتزاز للدور الذي يطلع به المجلس الأعلى للمرأة براسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله والتي لم تأل جهدا في دعم الخطط والبرامج الرامية إلى الإعلاء من شأن المرأة البحرينية إيمانا من سموها بإمكانات وقدرة المواطنة البحرينية والتي واكبت متطلبات التنمية بدءا من مراحل التمكين وصولا إلى مراحل النهود بدورها وتحقيق التوازن على المستوى الوطني